وصلنا للتوهد المرسوم الرئاسي الذي يحمل الرقم 290 المادة الأولى تم تعيين الموظفين الآتي أسمائهم في مناصب مسؤولية بالمندوبيات الإقليمية للبنية التحتية المندوبية الإقليمية لبهر الغزال المصرو المندوب السيد أحمد عيسى إسحاق مثبت المندوبية الإقليمية للبطحة آتية المندوب السيد حسن الشايبو خلفا للسيد محمد حسين الذي استدعيه لشغل وظيفة أخرى المندوبية الإقليمية لبوركوفية المندوب السيد عبد الرحمن بركي شاحة خلفا للسيد حسن الشايبو الذي استدعيه لشغل وظيفة أخرى المندوبية الإقليمية لشاريبا قرمي مسينية المندوب السيد محمد عيباد مثبت المندوبية الإقليمية لإندي الشرق أمجرس المندوب السيد عبد الكريم سليمان تيسى نيسا خلفا للسيد محمد إدريس سميس الذي استدعيه لشغل وظيفة أخرى المندوبية الإقليمية لإندي غرب فده المندوب السيد محمد حسين خلفا للسيد يحيى إدريس لكي الذي استدعيه لشغل وظيفة أخرى المندوبية الإقليمية لجيرامونغو المندوب السيد فيصل أحمد علي مثبت المندوبية الإقليمية لحجر لميس مساكوري المندوب السيد آدم علي كورا المندوبية الإقليمية لكانة مو المندوب السيد موسى عبدالقادر المندوبية الإقليمية للبحير بول المندوب السيد زكري علي رانجة المندوبية الإقليمية للغوان الشرقية دوبا المندوب السيد يوسف جيهني المندوبية الإقليمية للغوان الغربي المترجم للقناة 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 ونشكركم على المترجم للقناة المترجم للقناة